انطلق فالكون ناين هذا الساروخ الفضائي الذي انتجته الولايات المتحدة وطورته ليستطيع السباحة في الفضاء سقطت منه اجزاء فيما مضى لكن القصة يعيدها اليوم ساروخ لونج مارش خمسة بيا الصيني من خطر الوقوع على منطقة ماهولة بالبشر القصة التي اخذت ما بين سخرية وغضب بين النشطاء سيم حالة الترقب الكبير التي من المتوقع ان يتحقق موعد سقوط ساروخ في العاشر من الشهر الجاري السخرية من ان الصين كانت مدينة ووهان فيها سبب الانتشار كورونا والان ساروخها التائه والمدهش في الامر ان القصتين انتجت عنهما الصين افلاما في عام 2012 ان الفيلم تحدث عن سقوط ساروخ تائه على الاهرامات المصرية الساروخ الصيني الذي يبلغ طوله ثلاثون مترا ووزنه واحد وعشرون طنا كان يحمل المركبة يانهي وهي الوحدة الاساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة ويتوقع ان يسقط ذلك الساروخ الدخم ويتحطن في نقطة غير محددة اثناء عودته الى الارض في المنطقة الممتدة بين نيوزيلندا وولاية نيويورك الامريكية دون قدرة على تحديد نقطة سقوطه بدقة ويخشى الخبراء سقوط الساروخ في منطقة مأهولة كونه ما زال يدور في المدار المؤقت بشكل غير منضبط تماما ويكمل دورته حول الارض كل تسعين دقيقة تقريبا بسرعة حوالي سبعة وعشرين الفا وستمائة كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع يزيد عن ثلاثمائة كيلومتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر